ومن المفرقات الغريبة جدا اللي لقيتها في المغرب لما جيت في رمضان في رمضان وغير رمضان انا متعود لما كنت في مصر او في قطر او في اي دولة من الدول اللي رحتها الدول العربية والاسلامية واللي قضيت فيها شهر رمضان او كنت فيها موجود في عيد ديني عيد المهم الناس بتعيد على بعضها بتقول كل سنة وانت طيب رمضان كريم وانت ترد عليه تقول الله اكرم هكا تعودت وهكا سمعت لما جيت المغرب وكالعادة في المغرب كل حاجة فيها لا بدك ان تستغرب لان عندهم ثقافة مختلفة عندهم فكر مختلف عندهم كلام جميل ما تلقهوش في اي دولة في العالم غير هنا في المغرب لقيت التهنئة بتاعتهم هي كلمة لأول وهلة ما سمعتها مفهمتهاش عواشركم مبروكة او عواشركم مباركة عواشركم مبروكة دي وقفت عندها كتير اسمع فيها مرة واتنين واحد يقولها بعدين يجي واحد اخر يرد عليه ويقول له عواشر مبروكة يعني ولكن قررت ابحث واخود هذه التجربة واعرف علاش هم قالوا كلمة عواشر مبروكة وجات منين كلمة عواشر مبروكة وما هو المخزى منها لما بحثت في الموضوع لقيت ان عواشر مبروكة جات من العشر تيام الاولى في رمضان والوسطى والاخيرة ان رمضان تم تقسيمه الى عشرة ثم عشرة ثم عشرة تابعا للحديث الشريف بعض الائمة بتقول ضعيف بعض الائمة بتقول انه حديث صحيح المهم ان هو ان رمضان في اوله رحمة اوسطه مغفرة واخره عتق من النار فاذا قسمنا الشهر لعشرة ثم عشرة ثم عشرة فاصبحت عواشر عواشر مبروكة عواشر مبروكة ومبروكة جاية من البركة ان بركة ربنا سبحانه وتعالى ربنا يحلها عليكم في هذه العواشر اللي هي العشرة الاولى اللي هي الرحمة ربنا سبحانه وتعالى والوسطى اللي هي فيها مغفرة والاخيرة اللي فيها العتق من النار اللهم اعتقنا جميعا من النيران واغفر لنا وابسط رحمتك على المغرب وعلى جميع دولنا العربية والإسلامية وأصبحت كلمة عواشر مبروكة لا تقتصر على شهر رمضان بل إنها موجودة معاهم في كل مناسبتهم الدينية في العيد الصغير عواشر مبروكة في العيد الكبير عواشر مبروكة في العشوراء عواشر مبروكة أنا أول وهلة سمعت عواشر مبروكة جتني بحل عشورة عندنا بحل واحد بيقول لي عشورة فهمت ولكن ليها لما تفهم الكلام اللي بيقولوا المغربة تلقى لي معنى عميق تلقى لي مضمون ما بيكونش كلام والسلام بيبقى كلام مبني على أساس وأسس ومبني على تراث كلمات وتاريخ من جيل لجيل يورسوا لأبنائهم ويورسوا لأولادهم كان تعليق على عواشر مبروكة وعواشركم جميعا مبروكة ورمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين